عبير سلوم فتاة بحرينية منذ الإعاقة السمعية نشطت في مجال الإعاقة لتصبح بعدها مدربا دوليا وسعى التعبير إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى المعاقين لتساعدهم على ترك بصمة مميزة في المجتمع من الإعاقة إلى الإبداع الطموح والعطاء والتميز امتزج مع الرغبة الحقيقية في صنع التغيير لتكون لها بصمة واضحة في المجتمع فكسرت حاجز الإعاقة لتصبح مدربا دوليا وكوتش في مجال التنمية البشرية أعتبر أول مدربة تنمية بشرية من ذوي الإعاقة أنا عندي إعاقة سمعية أضحف العصب الحسي الحمد لله أن يوم انطلقت من هذه المسمى أن أكون أول مدربة تنمية بشرية من ذوي الإعاقة كان عندي قاعدة أن أقول ليش ما يكون العادة المجتمع هو اللي يقدم خدماته حق المعاقين قلت ليش ما يكون المعاق هو اللي يقدم خدماته حق المجتمع طبعا عند المبادرة أول كوش أصم في عالم العربي وطبعا الكوش السعودي اسم التركي العاجمي انطلقت من البحرين وبقيادة عمانية المدربة اللي دربني اسم الكوش عمر المرزوقي ومن مركز أبراز فكان الوضع كان في البداية أنه تحدي ومبادرة شخصية أنه شلون نحن نقدر أنه نخلي شيء ما قد مرة صار في عالم الكوشن تنمية الطاقة البشرية وتغيير أفكار الأشخاص ليس بالأمر السهل ولكنها سخرت كافة قدراتها لتنقل هذه الخبرة إلى أصحاب الإعاقة السمعية فقامت بتدريب أحد الصم ليصبح أول كوش أصم في العالم العربي لتنطلق بعدها إلى المشاركات الخارجية تتحدث فيها عن تجربتها في هذا المجال كان آخرها رحلتها إلى السودان كانت هذه الدعوة هي مبادرة جميلة منهم دعم لمواضيع الكوشنغ اللي راح تطرح في الساحة الكوشنغ فحبيت أن أكون إضافة جديدة في عالم الكوشنغ أن تكون تدريب أول أصم في العالم العربي يكون كوش هما استغربوا أن كيف تكون هذه التجربة فأنا رحت هناك إلى السودان بحكم أن أنا البحرينية كنت الخليجية الوحيدة اللي مثلت هناك في الاتحاد بالإضافة إلى خليجي سعودي طبعا تكلمت عن هذه التجربة ما حد كان متوقع هذه التجربة شلو ممكن التطبيق لكن الحمد لله أنه كان الكل هناك اللي كانوا موجودين الكوش على مستوى الوطن العربي مداربين حتى في ناس مختصين من الإعاقة يابون يعرفون إشلون صارت هذه التجربة كيف سصير هذه التجربة كيف الفكرة هذه سصير ممكنة فالحمد لله طبعا مع عرض ورقة العمل بطريقة المشروع المراحل اللي صارت إشلون ممكن إحنا صنعنا المنهجية طبعا لاقى مثل ما تقولين نجاح والكل اندهش عبير سلوم فتاة عصامية حملت بين يديها رسالة مضمونها أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع يمتلكون طاقات خلاقة وإيمانا راسخا بالقدرة على الإنجاز ولكنهم بحاجة إلى النبش بين ثناياهم لإخراج تلك المواهب إلى السطح ليرفعوا بها راية البحرين عاليا خول للي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرية